موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنابيكو مؤشر النيل بالأرقام والتحليل بنتعرف على أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم وصلت البورصة ومؤشراتها أداءها المتراجع لدى إغلاق تعاملات أثلاثة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 23 من 100% انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أيضا بنسبة 4 من 10% وامتدت التراجعات لمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 38 من 100% من قيمته هذا وقد انخفض رأس المال السوق لأسهم الشركات المقايدة بالبورصة اليوم بنحو 2.8 من 10 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 810.4 مليار جنيه بعد تدولات كلية بلغت بنحو 987.5 مليون جنيه اسمحوا لي أن أنا رحب في السوديو بضيف العزيز الدكتور واقل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أهلا بحضرك دكتور وريم معي اسمح لي بس نطلع نشوف تارينا اليوم عن أداء البورصة المصرية وبعدين نبدأ بعدها فقرة التحليل تفضل اللون الأخضر ميز مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على ارتفاع أغلب أسهمها لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تداولات الأسبوع البورصة لاقت دعما من عمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية قابلتها عمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية فضلا عن الأفراد بكافة جنسياتهم مصريين وأجانب وعرب رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة ربح نحو مليارين ونصف المليار جنيها ليصل إلى ثمانمائة وثلاثة وعشرين مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليون جنيها بعد إجمالي تداولات بقرابة مليار ومائة وواحد وستين مليون جنيها مؤشر البرصة الرئيسي إيجي أكثارتي صعد بنسبة تسعة وثلاثين من مائة في المئة وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس سافنتي بنسبة 12 من مائة في المئة وشملت لارتفاعات مؤشر إيجي أكس هاندرد الأوسع نطاقا بنحو ثلاثة عشر من مائة في المئة التداولات شملت مائة وثمانية وستين سهما لشركات مقيدة في البرصة ارتفع خمسة وسبعون سهما منها وتراجع أربعة وخمسون سهما واستقر تسعة وثلاثون سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة مشاهدين الكرام طبعا كان فيه خطأ في التأرير وبنعتذر عنه هذا الخطأ الفني ده تأريكا يوم الحد واحنا النهاردة الوضع مختلف تماما المرصة كانت منخفضة وانخفض أيضا رأس المال السوقي عموما بنعتقد عن هذا الخطأ ونبدأ فقرة التحرير مع ضيف في الدكتور واقل النحاس الخبير المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال أهلا بحضراتك الدكتور واقل طيب النهاردة يعني استمرارا للأداء المتزبزب للبرصة المصرية صعود ثم هبوط ثم نرجع تاني نلم شوية شايف يعني الحالة في البرصة الوقتي إيه في البداية طبعا نحن بنقول فعل الخير إن شاء الله تأجيل النزل وبنقول إن بالفعل السوق المصري شهد تقريبا منتصر شهر فبراير عدم تحديد الاتجاه هو طالع ولا نازل جني أرباح ولا هيكمل محترام لكل التقارير المحاديين فانيين نتلعب بالفعل إنه هو نحن ممكن نوصل لمنطقة 16 ألف ونجن الأرباح وتقارير تانية بتقول والله إحنا نوصل لمنطقة 15 500 ويبقى دي نسبة الاتفاع من نسبة الهبوط اللي احنا شوفناها الغد 12 ألف كل التقارير دي بالفعل تحترم وتقدر على حسب رؤية كل شخص منهم في وضع هذا التقريب ولكن إحنا بنقول بالفعل إن السوق تقريبا من آخر شهر 12 2018 ضل الاتجاه بتاعه في أسباب قوية جدا دفعت السوق نحو الارتفاع بنتكلم النهاردة على الحركة مثلا بتاع نية الدولة إنها تدي التروحات لإحدى الشركات أو إحدى بيوت الخبرة أو بيوت السمار داخل السوق المصري ونجحت بالفعل في الطرح الأخير بتاع شركة الشرقية للدخان بنتكلم عودة مرة أخرى أهل الخبرة إن هم يتبنوا عملية التروحات ده شيء جيد جدا ولكن السوق كله على بعض واتقت في حاملة الطرح يعني إحنا بنتكلم حصل هجوم شرس جدا دخلنا في موضوع جلوبال تيليكم بالفعل وعودة مرة أخرى النية أو الاتجاه إن إحنا نبتدي نبيع جلوبال تيليكم أو هيتوافق الهيئة توفع العرض بتاع الاستحواز وما شابه ذلك قعدنا نجري ونحلم إنه هناك المليارات المليارات ستعود للسوق المصري بصورة مرة أخرى دفع للسوق للأمام أو الاتفاع للسوق الداخل نتيجة عودة الأموال صفكة جلوبال تيليكم وما شابه ذلك ولكن جينا في مرحلة والمراحل وخيبة هذه الأمال وشايفين كل يوم الجميع العمومية عمالة التأجل ونشوف النهاردة الشركة بتعود مع الضرائب عشان تحل مشكلة الضرائب بس المواطن أو المستثمر اللي داخل هذه الساعة لغاية النهاردة تاي اللي هو سوق لغاية النهاردة تاي هل اتجاه السوق النهاردة بالفعل سعودي ولا هبوطي عايزين نوضع حاجة مهمة جدا إحنا لما السوق هبط بعنف جدا من شهر تقريبا مايو 2018 حتى آخر ديسمبر 2018 كان الهبوط كان عريف جدا فعملية التصحيح اللي حصل دي زميحنا بنكلم هو عملية تصحيح أو عملية مرة أخرى ارتفاع من وضع الهبوط القوي اللي حصل برصة مصريفة 2018 يبقى لغاية النهاردة اللي اتجاه بتاع سوق بالفعل هو اتجاه حيادي ما تقدرش النهاردة تبني عليه اتجاه السسمار أو اتجاه تخرج من قلب السوق فبالتالي النهاردة تاهت معاك المعايير كلها هل أنا الشكل الفني اللي موجوده النهاردة ده هل خش اشتري عليه ولا بيقبني بيع زيكم داخل بيع لي وبسليمني الورق لأنه اشترى مني في منطقة تم صناعة البيع عليها ثم عند منطقة النهاردة تم صناعة شرع عليها بهو يتخرج ويسيبني ده اللي احنا بنشوف بقى لفترة الاخيرة دي عشان كي احنا بنتكلم النهاردة لغز بتاع البورصة مصريين النهاردة او الارتفاع السوق من هبوطه هو جلوبة لتلكم لازم النهاردة بقى نوضع حل المشكلة دي ما احترابي النهاردة للشركة كل يوم بتقدم عرضه وعايزة السحوز او عايزة تشتب الشركة لها حق اللي هي عايزة تعمله ولكن انا بقول النهاردة لما تحل مشكلة الدرايب ده بتحل مشكلتها مع الدولة المصرية انما هل النهاردة الشركة حلت مشكلتها مع المستثمر المصري مع حامل السهم لن تتطرق حتى الان وده بيخلينا اسأل سؤال هنا احنا ده انت بتنقل اسهم من شركة لشركة ومن ملكية للملكية مالك السهم الحقيقي هيستفاد ايه من هنا دي نقطة مهمة يعني في ناس كتيرة مش فاهمها بالفعل احنا بنتكلم انا شارع على سبعة جنيه وشفت بعيني السبعة ونص وقلنا صفقة قبل كيها تبقى قربية تمانية جنيه ماليش الكلام ده متبخر بعد كده السهم ننزل لغاية منطقة الاتنين جنيه تمانين وارتفع لغاية منطقة الاربعة وقرب للخمسة جنيه بعد كده الاحلام تمددت وشوفنا تاني اربعة جنيه ستين واربعة جنيه هنا القصة اللي احنا بنكلم عليها الهيئة بتحاول انها تأمن حقيقة صغيرة المستثمرين بالقانون ولكن انا بتكلم نخلي بالنا كويس جدا وارجوا من جميع الجهات الرقبية بما فيهم المستثمرين وارجوا ان يكون حاملة الاسهم دي ليهم محامي بالفعل يعبر حتص عشر في مئة بتاعتهم لسبب لو تبعنا النهاردة تصراحات بتطلع من الشركة اللي هي الهولندية تمام وعملية وعملية النهاردة ان بيتمول كروض بكروض وشركتها اللي تابع عليها عمالها بتتناقل النهاردة الكروض ما بينهم وما بين بعض بقولوك خلي بالكو فيه هنا حزاري فيه لعب بيحصل النهاردة من تحت التراويزي ممكن نسحة في 24 ساعة نيجي نلاقي الشركة بقت مليانة كروض تعادل رأس مال الشركة وتعادل أصلا حس المساهمين جوه الشركة نخلي بالنا لان هي قدمت أكتر من عرض الهيئة بترفض لأسبابها تمام الدولة بتحاول نها تاخد الدراب بتاعتها كل شيء رائع جميل جدا تبقى للقانون وعمل القانون ولكن تبقى لكروض اللعبة داخل البورصة المصرية لازم نبقى حذرين جدا لان النهاردة بيتم استخدام القوانين تبقى للقانونيين القبار جدا اللي هم مستشارين لهذه الشركة فبالتالي احنا لازم يبقى عندنا وعي وانا بقول لجميع المستثمرين حملة الأسهم او صغير المستثمرين يلجأوا الى محامين بالفعل او مكاتب استشارات مالية بالفعل حتى يأمنوا استثمراتهم بشكل قانوني بالفعل لان العملية اصبحت النهاردة قانونية الجميع النهاردة يلجأ بالقانون الجميع يتحايل كل واحد بيدور على مصلحته ويقفها فيه دي لازم لغزة يتحلى اني مش هفضل النهاردة المستثمر عمالة التآكل استثمراته بحجة ان شركة كزا هتسدد كارت كزا لمستحك كمان اسبوعين وهدينها وبعدين عايزين يزود رأس المال عشان يبقى النهاردة فيه النهاردة الزيادة هتروح تسدد مديون الله اهو فيه ايه او انا عمال شغال لحساب الشركة دي بس طب النهاردة فين الدولة المصرية وما اثرة طبعا على البورصة المصرية في جميع الاسم ومجمال بالفعل كلنا بنحلم بالمليارات اللي راجع لسوق تاني في حالة استكمال الصفقة والاستحواز او الشطب او مشاهد ذلك طيب صفقة او رفع راس المال للشرقية للدخان كان فيه ناس عندها اعتراض عليه بالذات ان هم جا فجأة جزء منه كان سري وبعدين تم الاعلام بعد الجزء السري عن جزء تاني فيه ناس تانية قالت لك ان بالعكس ده كان من احد اسس نجاح هذه هو طبعا ما يعتبرش طرح لان السهم موجود قريدي في السوق لا هو يعني لو كلمنا بمنتهى الشفافية ويعتبر تقريبا اختراق لكافة المعاية ليه بقى لان المفروض يبقى فيه نشرة الكتاب بتقول لك هيفتح انت الكتاب وقفل انت الكتاب تمام ما يبقاش العملية السرية وتم يوم خميس وما حدش المسلمين يعرف اي حاجة وده اللي احنا بنتكلم عليه هل انت النهاردة هتخلي المستثمر اللي دخل وبعدين بالاخص ان احد المستثمرين مالهوش علاقة اصل بالمجال الدخل او مجال حتى السجائر او مش ايه وزي ده راجل شغال في الاسمان توطوب مالهوش علاقة بالمجال ده اي نعم رأس المال النهاردة بيحب الاستثمراء والعوائد اللي بيجي لك منه وكويسة يتروح له بس ده مش مجاله ولكن خلينا نتكلم الشركة هل بيتيت الاستثمراء النهاردة وهل الدولة المصريين النهاردة هتطرح شركة كبيرة زي كده بتكسر ومش محتاجة لحاجة هل النهاردة حطت شرط ان ما حدش يتخرج من الطرح الخاص لمدة سنتين ثلاثة ما تحطش الكلام ده كله كان مفروض الدولة وهي بتطرح سريا والصفقة بيتم سريا والي اكتاب عليها سريا طوله والله يا جماعة سريا كده اللي هيقعد اللي داخل اكتاب ده ميخرج ليش لمدة سنتين ثلاثة اضمن النهاردة الاسمارات اللي دخلت النهاردة في الحصة دي قاعدين معايا مكملين انما ما ميحصلش عليهم مضربة والشركة او الافراد يتربحهم من خلال بنك الاسمار اللي عمل الطرح ده بضمانهم تمام وينلاقي عاملهم عشرين تلاتين في المية يتخرجوا من الصوم مشكلين جدا ويتاح يا جمهورية مصر العربية اللي بقى نجيلكوا في طرحة اخر تمام؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه مفروض يبقى فيه النهاردة شرط للطرح الخاص لو بنتكلم من هنا عايز صار حقاص وعايز رجال اعمال بالفعل وعايز خبرة وعايز حوكمها وعايز النهاردة تطوير لهذه الشركات وابديت لهذه الشركات يبقى لازم يبوعين جدا كدولة مصرية عارفين حقوقنا انما ما ينفعش النهاردة نقول لك تبدأ منتاشر لا اصلحنا ممكن ننزل عشر في المية وبعد شوية نقول لك لا ما توسط ثلاثة شهر وبعد شوية نقول لك لا ما توسط شهر الأخير وبعد كده ما بيني ايه لو ضحاء يقول لك أصلتان من نهاردة صفة 66 تبدأ هيأثر ازاي على الطروحات خاصة ان في تصريح لوزير قطاع الاعمال العام قال ان الطروحات القادمة في البورصة هتكون لشركات ناجحة فقط وليست موجودة في البورصة الآن ماشي بس احنا بنتكلمة لو تمت بهذا الاسلوب يبقى احنا كده من نزلين شركتنا للمضاربة انا عايزة بيعه خلاص وبديها اللي تجري شاطر بيعرف يبقى للحصة بتاعتي يا جماعة دي بورصة ده سوق مال وليس النهاردة والهدف الاساسي من هذه الطروحات ان احنا نطور هذه الشركات نطور الشركات واعمل النهاردة بجيب النهاردة بيوت خبرة كبيرة بتخش بجيب نهاردة رجال اعمال المتخصصين بيخشوا ده ما الطرح اللي فات ده انا مش ليله اي نوع من انواع اه فيه تلت عود لأحدى الدولة العربية الشقيقة لما ضمنها الرجل المستثمر ده عشان يفضوا حجمه من الانتاج طب وحجم الانتاج السوق المصري ده هيروح فيه يعني النهاردة انا سوق لوحدي ده انا لوحدي سوق 90 مليون 100 مليون بالفعل انت تسحب مني في اتجارة نجحة وانتاج يدوبك بيكاف سوقي عشان تاخد عندك انت طب هل تزود الانتاج بتاعك ومش تزود هل هتحطت خدوط الانتاج ومش حدث كل كلام ده مش واضح كلام ده كان مفروض يتم في رشرة الكتاب ما يتمش النهاردة التغافل كبير جدا لحصل السوق المصري من الأصول ده وانا بحظر لو التروحات تمت من الأصول ده يبقى احنا كده بنهدر بالفعل أصولنا بنهدر النهاردة بالفعل ما تمتلكه الدولة المصرية او اخر ورق التوب تمتلكه الدولة المصرية من أصول اتمنى ان احنا نراجع النهاردة كل السلبيات الطرحة اللي فات واتمنى ان احنا نشوف ايجابيات وكانت ايه ونقدر نحنا نسيطر على الايجابيات وانا احنا نتخطى هذه السلبات لان الشركات اللي جاية طرحها الشركات اللي هيتم طرحها كسبانا يعني بالفعل هي مش في حاجة ان انا اطرح حالا او مزنو صحيح ان انا ابتدي بيها وحسس من قصولي حالا دلوقتي وهي نكحة بالفعل زي الشرية اللي دخان بالفعل كانت نكحة والشركات اللي جاية كانت نكحة داخل عليها في اسلوب مضربة زي اللي تمت او اسلوب طرحة خاص زي لان المضربة طبعا هتضيع جزء جبير ده هنا بنتكلم على الشركة بقى احنا بنتكلم هنا على شيء امن قومي واستراتيجي لازم نبقى عارفين بتبعلي مين وعارفين النهاردة التغطية دي ايه والغرض منها دي ايه وزيط الرقسمال دي هتخش في اين او على القل بيع الحصة دي داخل الفين وتطويره لدى حديث ونبتدي نعرف النهاردة لاني زي ما اقول احرك الخطورة لده ميناء مش شركة دخان او مشابه ذلك نقدر نحن نعمل اي حاجة وهي طبعا حتى شريعة دخان تعتبر صناعة استراتيجية لانها بتأثر بالفعل مش غيرها بصور طيب خليني انقل عارفين سيفنتي السبعين اللي احنا بنقول عليه اسهم المضاربين اسهم الصغر المستثمرين المصريين وغيره كان فيه زخم جايد جدا بعد ما حصل تشبع في التلاتينة لكن مع الهبوط فقدنا هذا الزخم وبقينا نزلين على طول المصريين برضو مازالوا متزبزبين هنا شايفين المؤسسات بتسيطر على السوق بشكل كبير مع ان المصريين هم الاكثر عددا او الافراد يعني هم الاكثر عددا والناس بتقول ان هي عايزة تشوف تعمل تحقق نجاحات بالفعل عايزين نوضع حاجة مهمة جدا انه هو السوق النهاردة استفاد منه صغير المستثمين ولا كبير المضاربين اولا الجي من النهاردة اللي طلع بالسوق من اواخر شهرة ناشرة حتى الان اللي استفاد منه اقل يعني اقل لا فقط لك تعم والساسات المصرية بشكل ما خلي بالك اهم من التلاتين اللي احنا مركزين عليه اللي بقى كل شهر بيتغير الوزن النسبي للأسهم بتاعته او كل شهر اللي أسهم عملت خش وتخرج فمش هادر حط عليه انطباعي زي ما قلت هلاك فيه تواهين في السوق حاصل تعم السبعيني هو فقط ظله بالفعل احنا وصلنا لمنطقة السبعمية وخمسين السبعمية وخمسين وكان بالفعل يحصل كوروكشن عنيف جدا لهذا المؤشر ولكن لقوة ارتفاع مؤشر السلادي اللي هو مؤشر الجي اكس العشرين وده ارتفع بالتزامن مع التلاتين فيما بعد طلع من منطقة تلاتاشر الف نقطة اللي كان بتزامن فيها التلاتين عند الاثناشر الف العشرين لو مؤشر المؤسسات تمام تلع من منطقة التلاتاشر الف حتى وصل لمنطقة ساعتاشر الف وخمسين يعني بنتكلم قرابة حوالي خمسين في المية ارتفاع للعشرين ده شجع النهاردة يبقى فيه طفرة مخبالك للسبعين وفيه طفرة النهاردة يتبقى موجودة للتلاتين ولكن كانت قليلة جدا بنتكلم نهاردة قرابة حوالي تقريبا ربعمائة أو خمسمائة بونت فقط غير في السبعين بنتكلم في قرابة حوالي تلات تلاف وامتين وخمسين بونت في المؤشر التلاتين فبالتالي ما كانتش القوة الكبيرة جدا ان احنا شاهدناها تلبيا في ارتفاعاتنا دي جد عملية اللي نقدرون على ايه التضليل في اتجاه حركة السوق او توهان المستسمن انا مش عارف الشرق ايه الاسهم بس اللي بتطلع لهيه مع المؤسسات ومع السنديق وانا متخوف عشان الاسهمي لسه في عملية تصريحهم من شبه ذلك فبالتالي ما كانش النهاردة نصيب جني النهاردة الارباح حليف جدا لا السوق بيعود مرة اخرى عملية الاتجاه الهبط بتاعه اللي هو السبعيني فبالتالي انا في المنطقة اللي انا فيها دي فوق الستمائة والثمانين لازم النهاردة لو انا قدرت اطلع فوق اختارك منطق السبعمائة تاني بنقول ان في امل ان شاء الله نوصل سبعمائة وعشرين لو عدينا بقى سبعمائة وعشرين مرة اخرى وخمسين لازم نبقى حازرين جدا في السبعيني عند منطقة كسر منطقة الاثناشر منطقة اربعتاشر الف النهاردة وخمسمائة في كسرها لازم نبقى حازرين جدا في التلاتيني لان انا هنا في قرار جريء جدا اتاخد بقوة جدا من السيد الرئيس الجمهورية اللي هي موضوع اموال المعاشات ما ننساش النهاردة ان انا عندي في قلب البورصة المصرية محفظة اموال المعاشات تمام تمام فبالتالي المحفظة بتاعت المعاشات النهاردة لو تم بالفعل معالجة اصحاب المعاشات وعادة هيكلة الاجور النهاردة فوق الصبع اللي بنكلم عليها يبقى النهاردة دور محفظة المعاشات اللي داخل بورصة مصرية احتمال تستحب لان النهاردة اللي زمات على المعاشات هتبقى كبيرة تمام بخلاف الناحية التانية لو دين سحبت عند النهاردة البريد بيستثمر في ادوات الدين الحكومية وعنده محفظة فعشان يخش النهاردة بديل للتامينات في استثمرات الدين يبقى ممكن النهاردة البريد هو كمان يبتدي يسحب استثمراته داخل بورصة مصرية فعش جايب بنقول احنا لازم نبقى حازرين الفترة اللي جاي انا ما بقولش الكلام ده معلومة ولا بقول الكلام ده اتجاه للسوق ولا بقول الكلام ده ان انا قريب من مصدر قرارة لأي حاجة لا انا بقولك رؤيتي كخبير او كمحلل ناخد بالنا من اللي بيحصل مؤسساتنا بالفعل اللي بتستثمر في بورصة مصرية البريد النهاردة كمحفظة القوية بتاعته وعند التامينات القرارات دي اللي دخلت او اللي طلعت لازم النهاردة هتقول للبريد وتقول للتامينات لازم تعيدوا اعادة خطة الاسمار بتاعتكوا داخل اوراية المالية داخل البورصة فبالتالي الاثنين دول النهاردة محافظهم ربما ان تقلص داخل البورصة المصرية وربما انهم يكونوا مجدون خليني سريعا كده شايفت اتجاهات الاجانب والعرب ايه سريعا قبل ما ندخل خروج هو عندهم في راسهم الفرص بالخليج اعلى واقع مننا ناس داخلت مورجنستالي وعادة الاوزان الاسباية لصالحهم عندهم داخلوا مؤشر الفوتسي في انجلترا وبالتالي صالحهم دولة كويت دولة المملكة المملكة العربية السعودية بالتالي حركة الرؤوس السخنة مع هبوط الدولار الفترة الاخيرة مقابل الجنيه هيخالي استمرات بالفعل السخنة اللي داخل البورصة المصرية تنسحب لصالح دول الخليج والاستمرات نفسها العربية لصالح دول الخليج تتنسى وفي نفس التويت اللي احنا بنتكلم عليه عندك مشكلة كبيرة جدا داخل البورصات العالمية في الفترة الاخيرة وهو نظرية العائد المقلوب ودي خطيرة جدا وتقريبا يعني ممكن تأدي الى كرسة في البورصات العالمية بالكامل وتبقى مهددة البورصات في الخارج إلى مرحلة خطر جدا وهي قروب العوائد بالنسبة لإستندات أو أدوات التين قصيرة الأجل مع المتوسطة مع الطويلة يعني على سبيل المثال عشان المشاهد يبقى فاهم ممكن مثلا العائد بتاع التلس سنين ممكن مثلا يبقى تنين وتسعة من عشرة والعشر سنين ممكن يبقى تلاتة تلاتة في المية ده خطر جدا بقى احنا بنوصل لمرحلة دي بتبقى خطر جدا دي نمزج المقلوبة فبالتالي ممكن تلاقي تلاتة سنين يوصل التلاتة أو يعدي التلاتة هنا بياخد اتجاه للبيع قوي جدا فبالتالي بيحصل كروكشن عنيف للأسفل طيب جلسة بكرة شايفها السيء سريعا اعتقد عملية الارتفاع البسيط أو الارتفاع البسيطة عند أوربا منطقة 16 منطقة 14600 ممكن نشاهد ارتفاع طفيب ثم مع عدد الهبوط مرة أخرى حتى منطقة من 13800 إلى منطقة 14800 ده اتجاه عرضي ضخم جدا هنتحرك فيه طب الستوبلوس بتاع الناس عشان ياخدوا بالهم منطقة الـ 14.5 لازم نوقف عندها الخسارة لنزل نقول احنا هنتحرك في اتجاه عرضي ضخم جدا ده مش أحصل بكرة ولا بعده بس ما بين 13800 حتى منطقة 14800 ده اتجاه عرضي ضخم جدا هنتحرك فيه داخل المنطقة الـ 30 وداخل الـ 70 هنتحرك أيضا بين منطقة الـ 650 إلى منطقة الـ 770 حالة الخطر في قصة الـ 650 في الـ 70 حالة الخطر إن احنا لو قصرنا منطقة 14500 في الـ 30 المنطقتين ده لازم نستوى بلوس بدون أي تردد شكرا جزيلا الدكتور ويل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال على هذا التحليل تحياتي شكرا مشاهدينك كرام شكرا ومصور لحضراتكم على متابعة مؤشر النيل اللي بيعمل مع البرصة المصرية لتحليل أكثر واقعية تابعونا دايما إلى اللقاء